اعلن نائب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو الخميس أن جثمان الرئيس الراحل هوغو تشافاز الذي توفي الثلاثاء وتقام جنازته الجمعة سيسجى لأسبوع إضافي على الأقل ثم سيتم تحنيطه وأوضح مادورو أن 33 رئيس دولة على الأقل سيشاركون في الجنازة وبعدها سيسجى جثمان تشافاز في مرحلة أولى في ثقنة لمونتاني غربي كاركاس ومن هذه الثقنة بالذات قادت تشافاز انقلابه العسكري الفاشل عام 1992 قبل أن ينتخب رئيسا للمرة الأولى عام 1998 وبدفن تشافاز الجمعة تطوي فنزولا صفحة من تاريخها وتفتح صفحة جديدة مع رئيس جديد سينتخب في غضون ثلاثين يوما ليقود هذه الدولة النفطية التي تشهد انقساما حادا بين مؤيد للرئيس الراحل ومعارض له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر